السلام عليكم روسيا ستزود المغرب بكمية ضخمة من وقود الديزل قالت وكالة رويترز إن روسيا ستزود المغرب عبر ميناء طنجل متوسط بـ 370 ألف طن من وقود الديزل خلال الشهر الجاري وذلك في ظل تزايد العقوبات الأوروبية على الوقود والنفط الروسي وأشارت وكالة إلى أن روسيا ستعمل على تزويد القرى الإفريقية بالوقود عبر المغرب بعدما ازدادت حدة الحظر الأوروبي على منتجة الطاقة الروسية ونقل المصدر ذاته أن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك كشف رغبة روسيا في زيادة صادراتها إلى القرى الإفريقية وذلك لمواجهة تسقف الأسعار الذي بدأت تفريضه الدول الغربية مضيفا أن روسيا ستسعى كذلك لتنمية صادراتها من الوقود لأمريكا اللاتينية وتركيا إذ تعد الأخيرة من أهم مستهلكين للمنتجات الطاقية الروسية في المرحلة الحالية وتترقب الرباط زيارة وزير الخارجي الروسي سيرجي لافاروف والتي ستشمل عديدا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أبرزها ملف الطاقة ترجمة نانسي قنقر